اشتركوا في القناة في السنة الخامسة للهجرة حصلت حادثات الخندق او ما يسمى الاحزاب الاحزاب ثم وجدنا فيما بعد تنزل سورة الاحزاب وتتحدث حول امور حصلت في هذه الحادثة حادثات الاحزاب الخندق هذا كان كما قلنا في السنة الخامسة للهجرة يعني بمعنى اخر في الوقت اللي بعد المجتمع المسلم غير متمكن تماما وفي الوقت نفسه يبدو انه الكفر بشكل عام شعر انه اذا استمر هذا المجتمع المؤمن في المدينة ممكن يعني بمعنى اخر يفقدهم من مواقعهم وتختل موازين القوة اذا بتركوا بتركوا هذا المجتمع ينضج ويتمكن ولكن طبعا كان لليهود دور كبير في تجميع الاحزاب يعني اليهود لهم كان دور كبير طبعا بالذات بني النظير يهود يهود بني النظير لانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجهم اخرجهم من المدينة الآن زعماء من بني النظير بدوا يتصلوا بالقبائل من هنا وهناك وطبعا يتحدثوا معهم حول خطورة بقاء المجتمع المسلم ينمو في المدينة المناورة وجدت العرب قبائل مختلفة تقريبا كما هو مشهور في حدود عشرة آلاف تصوروا عشرة آلاف مقاتل يحيطون بالمدينة والقصة معروفة وكيف انه يعني انه تم حفر الخندق واستمر الحصار اقل من شهر شوي يعني ممكن 27-28 يوم الحصار للمدينة ومعروف انه رسول صلى الله عليه وسلم اول ما جاء الى المدينة كتب كتب وثيقة كتب وثيقة هذه الوثيقة دستور بنظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض وعلاقة المسلمين بغير المسلمين وبالذات اليهود وكان من ضمن شروط او من ضمن هذه الوثيقة انه اليهود يهود كجزء من المجتمع جزء من المجتمع في حال اذا دوهمت المدينة عليهم ايش يعني انه ينصروا اذا هم جزء من المجتمع والرسول صلى الله عليه وسلم وضع دستور ينظم العلاقة اذا مش انهم اليهود كانوا شيء خارج عن مجتمع المدينة هم كانوا جزء من هذا المجتمع ومعروف كيف انه اليهود بني قريضة بالذات خانوا في اللحظة الحرجة في اللحظة الحرجة تصور كما وصف الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا وصل الامر ايش بالنسبة للمؤمنين كما وصف القرآن وزلزل وزلزالا شديدا في هذه اللحظة الحرجة خان اليهود طب هم جزء من المجتمع طب هم ما قدموا دافعوا ولا نصروا لا بمال ولا بسلاح ومع ذلك خانوا والقرآن الكريم على فكرة اشار الى خيانتهم بقوله سبحانه وتعالى وانزل الذين ظاهروهم يعني ظاهروا مين ظاهروا الاحزاب اللي جتا اذا هم مع فكرة صاروا ظهير للاحزاب في حصار المدينة ومحاولة اقتحامها وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب لانه بمجرد من فضوا الاحزاب على فكرة بمجرد من فضوا الاحزاب عن المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم توجه وحاصر بني قريضة من اجل انه نتيجة خيانتهم هاي انتو طب جزء من المجتمع وكمان وما قدمتوا اي دعم في الدفاع عن المدينة وكمان بتخونوا واضح انهم مارسوا على فكرة مارسوا لانه لاحظ القرآن ميش قال وانزل الذين ظاهروهم يعني ظاهروا الاحزاب يعني قول الاحزاب وكفوا معهم وكانوا ظهير لهم هذا الحدث اللي حصل اذا من خيانة بني قريضة اشار الو القرآن الكريم قبل هيك لاحظوا انه القرآن اشار يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها طبعا هذه كون القرآن يتحدث دقيقوا معاي الان في هذه المسألة كون القرآن يتحدث مع اهل الايمان ومع المسلمين انه ارسل ريح معناته باستطيع احد يشكك حتى الكافر باستطيع يشكك انه في ذاك الوقت جت ريح وكان لها الدور الاول في فض الحصار باستطيع حدي لا ما هيهم النص لنفرض انه النص فردا جدلا انه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم عم بقول امام المستمعين اللي هم مين اللي كانوا حاضرين الغزوة يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود مش هيك فارسلنا عليهم ريحا وجنودا طيب لم تروها اقول الجنود لم يروها لكن الريح فايش هالصدفة هذه هذا في اقامة الحج على فكرة لانه لما انت بتدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة نفسها بتشعر بتشعر انه فيها اعجاز السيرة نفسها هذه لقطة من اللقطات في السيرة الان القرآن يتحدث مع الناس الحاضرين انه جت ريح اذا هم عرفوا انه جت ريح وكانت الريح لها الدور الاول في ايش في فض عشر تلاف مقاتل بعد ما حاصروا في حدود سبعة وعشرين يوم اكثر شوية تمام حاصروا المدينة فضتهم الريح وفي جنود اخرى لم ترى لم تلمس بالعين وجنودا لم تروها اذكروا عن بذكرهم بالنعمة طبعا مثل هذا هذه المواقف اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية حتى ختمة الرسالة كلها بتأكد على قضية النبوة اذا مش بس القرآن هو معجز ودال على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته لما بوقف في اخر حج اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يش لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا مين اللي بدرك تماما بهذا الشكل وانه انتهت المسيرة وختمة الرسالة وبالتالي أنا الآن ما أظنش يعني أبقى للعام القادم تفاصيلة طويلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أي دارس بدرس بدرك هذه النبوة واضح واضح ومن ضمنها هذه الحادثة حادثة الأحزاب إنما لحظه هو تجمع إذن العرب في مواجهة دعوة الحق في بداية نشأتها وقبل أن تتكامل قوتها كان هذا الحصار اللي تم فضه مش بالقتال لأنه ما حصلش قتال بمعنى الكلمة بين المحاصرين اللي ممكن يكونوا المسلمين بيستنفروا في حدوث لتلاف مقاتل وبيحاصرهم حشر تلاف ما حصلش قتال وجود الخندق في بعض هالشرك حاولوا أنهم يقفزوا حان الخندق قتل بعضهم لكن ما حصل القتال القتال المعتاد في أي معركة وإنما كان اللي فضل الحصار ما أشرت إلى الآية وخاطبت فيه المعاصرين اللي كانوا في الحادثة أنه أرسل الله سبحانه وتعالى على الأحزاب ريح 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 على مستوى تقتلع وفي منطقة الجزيرة العربية وفي المدينة يعني احنا مش موجودين في بلاد اللي فيها الأعصير أصلا وفي الوقت اللي محاصر فيه شخص في داخل مدينة بيقول أنا نبي بيحصل هذا الكرام مثلا هذه لقطة من اللقطات اللي تشير كما قلنا إلى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب في الإرجاف لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم كانوا كانوا بينشروا الأخبار وبدعوا الناس تقريبا إلى إنه ما يقاوموش زي مثلا من الأمور اللي أشارت لها سورة الأحزار وإذ قالت وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا طب لا مقام لكم وين لأنه منعرف إحنا هنا الخندق اللي هو كان طويل و وبعسكر عليه المعسكرين معناته في المدينة في بيوت المدينة وفي أماكن معينة وفي بعض الحصون إلى آخره وفي بيوت أهل النفاق واللي في قلوبهم مرض بدهم ينفضوا وبزعم بعضهم بزعم إيش إنه بيوتهم مهددة وهذا كله كذب كما أشار القرآن المهم في إذن بتجد أنت دائما في المجتمع من داخل المجتمع ناس اللي بسموهم الناس اليوم الطابور إيش الخامس فيك بسموهم طابور الخامس تمام بوحنه لاحظوا إذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا لاحظوا شو قالوا هم قالوا يا أهل المدينة ولا قالوا يا أهل يسرب أيوة هذا الآن دقكم معي هو الإسم القديم يسرب ما قبل الإسلام يسرب ولما جاء الإسلام شو سمى المدينة وهذا إسم المدينة سلك فيما بعد سلك وصارت الناس المدينة والقرآن ذكر المدينة تمام لكن هون أهل النفاق لاحظوا أهل النفاق بحصار عشرة ألاف من أهل الشرب قالوا لا خلاص انتهى موضوع محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك بدوا يرجعوا حتى في ألفاظهم يستخدموا إيش القديم زي المحاولات اللي كانت تحصل في بلاد المسلمين على فكرة في مقاومة الفكرة الإسلامية بيحاولوا يحيو التراث القديم ما قبل الإسلام يعني في مصر محاولة إحياء الفرعونية تمام مثلا البابلية في الأشورية في تركيا التورانية عفكرة الشيء القديم البلاد نقيان الكنعانية الكنعانية كل هذا محاولة القفز عفكرة الإسلام لذلك لحظهم لما شعروا انه ممكن انتهت الأمور هيك بتصوروا دايما عفكرة مين هو اللي بتصور انه انتهى وبكون حريص وكأنها أماني انه انتهى كيف اليوم اللي بيصير في سوريا وغيرها إذا شوية معارك هنا وهناك على فكرة كنقلك انتهى شو اللي انتهى طبما هم أصلا أهل سوريا أهل سوريا اللي بيرفعوا سلاح ضد الطقاء والمحتلين تمام هم مسيطرين على الغالبية العظمى من سوريا على الغالبية العظمى من سوريا وحتى منطقة حلب سواء كان على الجانب على فكرة الشرقي والغربي والآخرين متفاصيل في مناطق واسعة مسيطر عليها أهل البلد اللي رفعوا السلاح ضد الغزاة تمام والأمر مستمر والأمر مستمر أما تحرف لقتال هنا وهناك بيبدأ الأهل النفاق واللي بدهم يغرسوا في نفوس الناس الوهن بشيك بيبدوا إيش يكبروا الأمور طب ياما ما هو خصوصا في معارك حلب وغيرها ياما كنا نشوف يوم هون يوم يوم هون يوم هون يوم هون يوم هون ومستمر الأمور مستمر ها وبيبدوا ناس وهون في قضية لنلفت الانتباه بيبدوا ناس بدهم يتكلموا ويحاكموا الأمور والمعركة قائمة غلطنا ما غلطناش هذا جزء من النفاق إيش والمعركة قائمة الدروس تأخذ بعدين بعدين بتأخذ أما تيجي تقول للناس أنه يا ناس هل خطر هذا يفترض أنه يوحدكم ممتاز هذا الكلام مش ما قعد أقول المسؤول عن هذا طب هو أصلا عدوك نفسه لما بينهزم في معارك كثيرة قاعد ما بيقعد يقول عن نفسه أنه هون الخطأ ومش هون الخطأ وما بيصير شون هذا كلام لما بتكون معارك قائمة هذا كلام بيصير على فكرة مش بريء ومقصود منه إيش إيحاء للناس أنه انتهى كل شيء وأنه غلطانين وهي في ناس فازدين وهي في هذا ما يقال هذا لما أمه بتخوض حرب مع أعداءها اللي هم كما تلاحظوا العالم حاشد والشعب السوري بقد يعني خارق في جهادهم وهذا كأنه ببشرك بأنه الله سبحانه تعالى في النهاية بنعم ألا أذولها الناس اللي بيجهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر ولا اجتهادات والتفاصيل هاي كلها وأصلا ما بيصير في داعي للحديث ووصف الناس بعضها بعض في مثل هيك جاء والعدو العدو جايك من كل الأقطار العرض بديو قاتلك ها لذلك نرجع هون دائما اللي في قلوبهم مرض والمرجفون هم اللي بيبدوا يوهنوا من عزيمة الناس من عزيمة الناس أما أن تكون هناك دعاو يعني صيحات تطلب توحيد الناس جهود هوا ينسوا ما بينهم من اختلافات هذا أمر مطلوب في فرق إذن بينما أدعو الناس إلى أنهم تكاثفوا وبينما أقد أقول يا أمي ما هو إيش يا أمي لا يزال هو عدوك أصلا اللي هو مهزوم في مواقع كثيرة ها وما بسيطرش أصلا إلا على أجزاء نسبتها قليلة من البلد كلها تمام آه فهذه القضية نفس الشي هاي لاحظوا ليش احنا نتحدث على الأحزاب الآن لأنه شو اللي صاير الآن في سوريا وغيرها شو صاير في سوريا والعراق وغيرها أحزاب أحزاب أتتك من بلاد مختلفة أهل الكفر كأنهم شعروا أنه أنت الآن دككوها شعروا أنت الآن بديت إيش بديت تبرز بشخصيتك الإسلامية و ممكن أنت في اتجاه تكوين مجتمع إسلامي على مرأة من العالم طب العالم كله بكرة بيسلم إذا وجد أنه في صورة لمجتمع مسلم حقيقي أول ذاك أهل الكفر بيجتمعوا الآن الطريقة نفسها الطريقة نفس اللي حصلت إيش قديما ومسألة الأحزاب ولذلك ضروري أنه صورة الأحزاب تدرس ونشوف كيف كان الوضع وعلى فكرة هي لما انتهت الأحزاب ونفضوا كان هذا على فكرة مفرق إيش يعني مفرق انتهى يعني بدل إسلام هو اللي إيش هو اللي يهاجم وهو اللي يقتحن فأنتوا توقعوا دايما أفكرة لما ينتهي الأحزاب بطريقة يشعروا فيها أنه غير قادرين على أنهم يحققوا في بلاد كلها سواء في البلاد على فكرة كلها الآن اللي بتحمل إسلاح في بلاد العرب والمسلمين اللي بتحمل إسلاح لما يدركوا أنه الأحزاب أنه ما فيش مجال ما فيش مجال بنفضوا وإذا نفضوا معناته يعرفوا أنه بدت المسألة الآن تأخذ اتجاه معاكس اللي هو أنه الأمة بدت تتقدم فلذلك هي هذه أخطر مرحلة لأنها بتشبه تماما ما حصل في قضية حصار الأحزاب ما هي دروس دروس فالآن إذن وإذ قالت طائفة منهم يا أهل ياثري بلا يا أهل ياثري برجع رجعوا للماضي شوف أهل النفاق برجعوا للماضي بدهم يقفزوا عن الإسلام يا أهل ياثري بلا مقام لكم فارجعوا لا مقام يعني في مواجهة المحاصرين لا مقام بحجة أنه ديارنا وأبنائنا وإلى آخرين هذا هذا موقف من مواقف طبعا وسورة الأحزاب تتحدث حول مواقف المنافقين على فكرة وأقوالهم وأمانيهم اللي كانت تحصل أثناء محاصرة المسلمين وهذا اليوم بتشوفوه هذا اليوم بتشوفوه في إعلام التافهين والمنافقين واللي في قلوبهم مرض والأم بتخوض معاركها الفاصلة معاركها الفاصلة اللي بعدها بده يكون الخلاص الحقيقي طيب الآن سبق أنه قلنا عرفنا الحزب الحزب بأنه فيه معنى التجمع التجمع والالتقاء على فكرة وهدف إذن الحزب فيه معنى التجمع التجمع على إيش على فكرة وهدف هذول أحزاب مش حزب واحد كل واحد فيهم إله إله هدف جايين لأهداف متفاوتة فهم كانوا أحزاب مش حزب مش بيجمعهم إشي واحد المسلمين اللي كانوا في داخل المدينة كانوا حزب واحد والمنافقين واللي في قلوبهم مرض هذولاك دورهم في في التشويش والتوهين الإرادات الناس الآن وسمى الله سبحانه وتعالى السورة سورة الأحزاب وأول ما تبدأ أو قبل ما نبدأ الآن في الآيات الأولى من سورة الأحزاب جيد نلفت الانتباه إلى قول الله سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون هون جيد لتنتباهكم لمسألة على وجه السرعة أنه لما تيجي تقرأ في كتب السيرة حول أعداد اليهود الذين قتلوا نتيجة خيانتهم بعد ما حكم فيهم سعد تمام وكانوا موافقين على الحكم وينزلوا عند الحكم كان في تفاوت في أعداد في رواية السيرة في أعداد من قتل في أعداد من قتل هذا الروايات الكثيرة إيش يقول أربعمية إيش يقول خمسمية إيش يقول ستمية إيش سبعمية ثمانمية تسعمية طب فهمونا هو شو بنا نفهم كم هو كم هي الأعداد هون جيد أنه نعرف أنه كتب السيرة بشكل عام بتختلف عن كتب الحديث كتب الحديث بتعمد إلى دراسة السند وصحته ثم كمان علماء الحديث ممكن ينتقدوا المتن النص نفسه يعني أولا السند وبعدين المتن وعلى ضوء يحكموا بصحة الحديث في كتب السيرة لا السيرة موجود فيها ما صح وما لا يصح القيل الأكوان وروايات وإشي يكتب بعد مئة سنة وإشي بعد متين سنة ولكن ما بيخضع لموضوع علم أصول الحديث وعلم مصطلح الحديث في التحقق من الحادثة وبالتالي ثم هنا الاضطراب في الأعداد إشي يقول أربعمية إشي يقول خمسمية هذول من قتلوا من بني قريض ستمية سبعمية تمنمية تسعمية طب فهمونا قديش هذا كله هذا كله لم يصح وفي تفاصيل كمان في الحادثة إنما ما ورد في البخاري ومسلم أو في البخاري نقول مثلا أو ما صح يعني هو حكم سعد إيش إنه تقتل المقاتلة معنى في منهم مقاتلة من مين من اليهود اللي خانوا لأنهم أبناء المجتمع على فكرة لو كانوا مجرد أسرة من عدو ثاني جايوا أسرين وكانوا يقتلوا المسلمين لكن هون الحكم في من خان من داخلك خان من داخلك وكان لازم يقاتل معاك أصلا حسب الاتفاق وهو ابن المجتمع كنا نعده ابن المجتمع وخانوا في لحظة كان ممكن ممكن تقتحم المدينة ويقتل الناس وتسبى النساء والذراري والآخري خطيرة خيانة هذه خيانة عظمة خيانة عظمة إذن إذن لحظوا هذه العداد اللي مذكورة لم يصح فيها شيء ولكن أصح ما ورد إنهم أربعين إذا ابن نيجي للصحية أصح ما ورد في العدد اللي قتل من زعماء اليهود أربعين ولا أربعمائة ولا هذه زي قصة على فكرة كيف بتكبر الشغلة مرات هذه المسائل خصوصا لأنه الناس بأخذوش منها أحكام وقصص ممكن الناس إيش تضخمها لكن إذا بدنا نيجي نحاكم الأمور يعني بيظل أقرب شيء لصحة السند ويوافق المنطق السوي وموافق لما ورد في القرآن وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم بشيك ثم أنه ذكر القرآن القتل هون فريقا تقتلون وتأثرون فريقا تمام إذا بدنا نيجي نعالج في موضوع صحة السند ثم فيما بعد النظر في المسائل يعني قول من قال أنه أربعين هو اللي ممكن يكون أربعين واحد من اليهود اللي تم قتلهم من زعماء بني قريضة اللي خانوا أربعين شخص وما سوى ذلك من الكلام أنهم كانوا يطلعوا على عورة الولد فإذا كان يعني هو بالغ يحطوه ما اللي بده من قتله برضو هذا ما صحش وكما قلنا إذا ورد في البخاري هو ورد تقتل المقاتلة هذا حكم سعد ومفصلوش في عدد بالمرة في البخاري مثلا تمام أنهم المقاتلة مين اللي تورطوا مين كذا مين قال أنه المقاتلة يعني القادرين على حمل السلاح هالي التفاصيل المهم طب في روايات أصحة بتقول أربعين نعم موجود نيجي لموضوع طب شو هاي قصة التضخيم اللي بنجدها كثير بنجدها كثير أحيانا كنقلك في المعركة الفلانية قتل سبعين ألف انت بتكتشف في النهاية أنه الطرفين لو جمعناهم مع بعض مثلا ما بجوش سبعين ألف هذول اللي تقاتلوا لأنه في ميل للبشر كيف في موضوع هتلر شو بقولوا عن هتلر قديش قتل ست ملايين واللي حققوا في الموضوع بعضهم قال تسعمية ولكن في تسعمائة ألف قصدي وهذا في الحرب العالمية ولا إشي لأنه هذا في الحرب العالمية ولا إشي التسعمائة ألف على كلين ولكن يبدو المسألة لا أقل من ستمائة من ستمائة ألف اللي قتل من اليهود ولكن ضربوها بعشرة فهمتوا قديش بضربينها وزي الأربعين هذول اللي ضربوهن إيش بعشرة ويا سبحان الله جات كلها أرقام إيش كلها بالعشرات أربعمية خمسمية ستمية سابعمية تمنمية تسعمية هيك مش أربعمية وخمسين لا كلها يعني بال المئات أو هي أربعين ومضربة بعشرة نيجي الآن شوية صغيرة لو رجعنا لما يسمى بالعهد القديم اللي بيأمن في اليهود والنصارى وهو اليهود بيأمنوا فيما يسمى بالعهد القديم والنصارى بيأمنوا في العهد القديم والجديد وبسمون نصارى الكتاب المقدس وسبق أعطناكم فكرة عن الكتاب المقدس لو جينا مثلا لسفر يشوع سفر يشوع كله قتل البلد الفلانية قتلوا الرجال والنساء طبعا والدواب والبلد الفلانية قتلوا النساء والدواب طيب اي شي عجيب يعني بتحسب تحسب 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 بطلعوا ملايين المقتولين طب هذا كله كذب هذا كله كذب وهذا من المبالغات يعني هو مش صحيح يعني ما ورد في سفر يشوع انهم كانوا يمارسوا هذا القتل اللي عم بقولوا عنه كله مكذوب ومبالغات لكن في فرق بين مكذوب ومكذوب اللي هو بين انتوا بتقولوا انه هذا السفر سفر هذا معصوم وهذا دين ومعصوم من الخطأ واحنا واضح واي واحد بيقرأ بقولك كذب ها ينباقين قتلوا ملايين قتلوا هم تمام ماشي هيك في ما يلقى فكرة في التعامل مع العدو هيك تكثر انت من النكاية فيه حتى بالاخبار تمام فلكن الفرق بيننا وبينهم اهل الكتاب هؤلاء انه هم كتاب مقدس اللي بيقول هالكلام يعني هم واحد من اثنين يا بصدقه هذا فهم مجرمين يا بيقول لك كله كذب اذا هذا شو هالمقدس لكن بالنسبة انه روايات هاي هذه روايات اصلا ما بتثبتش هذه روايات لا تثبت ثم ثلوك الصحابة اصلا والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عبر معاركهم كلها ما كانوا شي بيشتغلوا هالشغل هذه حادثة فريدة وخيانة معينة بتتحملها الناس معينين ويبدو كانوا اربعين شخص وهذا كل الموضوع وهذا كل الموضوع في قضيتها كان لابد اني اوقف عندها قليلا هذه المسألة اه ولكن لو كنت الان بدي اخوض في قضية الاقوال اللي قيلت في الاعداد كان بينا برضو وين الاشكالات وين الكلام اللي ما يقبل شو بيكفي اصلا التناقض في الاعداد بهذا الشكل اللي وارد هيك وهيك 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 بدون اثنين يد من احترمها تمام واحنا معروف عندنا احنا لما بنا ناخد الشي ونصدق لا بدنا نحطه تحت المجهر مش مجرد قالوا ولكن اهل دايما اهل الضلال على فكرة وين بروحوا بدوروا بهمهم مش بهمهم مش اطلاقا انه صح مش صح حصل ما حصلش بقول لك اتصور بقتل تسعمائة الف اه كا تسعمائة رجل وقبل ما يقتلوهم حطوهم في الدار فلان ايش هالدار هاي اللي فيها تسعين تسعمائة توسع فاقي في المدينة المسجد كله على بعض وقدش ليش اللي كان اضخم اشي الى اخره طويلة على كل هذا بكفي هون نيجي الان لموضوع الايات في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما ايها البداية لاحظه يا ايها النبي اتق الله وجيد هنا في عندنا الاية الاولى الثانية الثالثة هذا فكرة في سورة الاحزاب ممكن تكون هاي نقول كيف دايما امام نظر المسلمين خصوصا في هذه الظروف اللي الاحزاب موجودين بقتل الامة وجيدنا من اكثر من مكان نشوف ثلاثة ايات وبعدين نبدأ نفصل شوية اولا لاحظه يا ايها النبي اتق الله تصور يا ايها النبي اتق الله وبالتالي هذا خطاب للنبي فقط ولا كمان للناس طب ما هو النبي متقي اصلا اذا معناته بالدرجة الاولى مين الناس لاحظها في موضوع الاحزاب والامة الان المؤامرة عليها انتبهوها مش المؤامرة عليها عسكرية مش المؤامرة عليها السياسية مش في عالم العقائد في 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 الهجوم عليك من كله يحاولوا يشككوك في دينك في اخلاقك في 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 يضربوه يضربوا بنيا عندك في كل الاتجاهات على فكرة المعارك اصلا قائمة ومرات بتكون عسكرية لكن هي المعارك الفكرية ومحاولة تدمير المجتمع وتفتيت الاسرة والتشكيك في الدين ولذلك لاحظوا اليوم اليوم المنافقين واللي في قلوبهم مرض شو دورهم كمان يلعبوا في الدين ويهونوا ويكفزوا على البداهيات في الاسلام معجل انه الناس تعتاد تسمع تسخيف الدين والقفز عليه ويهون الدين في النفوس هذا شغل المنافقين واللي في قلوبهم مرض هذه المعركة اذا هي معركة على فكرة ضخمة ولكنها على فكرة هذه راح تحسن تحسن نشوف يا ايها النبي يتق الله اثنين ولا تطع الكافرين والمنافقين طب كيف تطعهم يعني هو بمجرد ما بدنا ايش دقيقها مجرد ما بدنا نسمع ونتفاعل مع اقوالهم وهذا صح وهذا غا وهذا مقبول بدت المسألة اذا لاحظوا شو بلزم الناس اليوم بشكل عام والمقاتلين اللي بيقاتلوا ويحاصروا هنا وهناك يا ايها النبي على الله وكفى بالله وكيله هاي المساء الاربعة يبدو انها لازم تكون في امام الامة الان لان الامة على فكرة حتى لو ما كانتش محاصرة من الناحية العسكرية زي ما بيحصل في بلاد مختلفة طب ما هو عصلا بيحاولوا يحاصروك كمان في الاعلام والافتراء على الدين يا شيء كثيرا في محاولة محاصرة الفكرة والفكرة بتنتشر وبتقتحم في كل المجالات هي حرب شاملة اذا حرب شاملة اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين اتبع ما يحاى اليك توكل على الله هدول الاربعة نشوف اللافت في سورة الاحزاب على فكرة لحظة الاية الاولى يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما كان ما بتجد في القرآن على فكرة بهذا الشكل الا سورة الاحزاب انها تستهل بهذا الشكل ان الله كان ان الله كان والان الصفات ما فيش ولا سورة في القرآن تشبهها شوية سورة النساء ان الله في الاية الاولى ان الله كان عليكم رقيبة بس بس سورة النساء دقوا ان الله كان حكيما عليما فيش غيرها ان الله كان عليما عليما حكيما طيب فيش غيرها وطالما سورة النساء اللي بتشبهها ان الله كان عليكم رقيبة هو على فكرة كان 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 في القرآن الكريم كان هذه اكثر ما وردت في سورة النساء شوف الان اللي احنا قلنا بتشبه الاعزاب انه اكثر ما وردت في سورة النساء قديش وردت تقريبا 68 مرة كان كان وقديش وردت في الاحزاب 33 مرة دقوا في الاحزاب بس اعلى نسبة اذا بدك تنسب لعدد الكلمات اعلى نسبة في القرآن الكريم الاحزاب وخصوصا لما تتكلم عن الخالق ان الله كان كان وبشكل عجيب متكرر في سورة الاحزاب هي اعلى اذا اعلى نسبة على فكرة الورود كان كان في القرآن نسبة ايش الكلمات لا اولا هي بالدرجة الثانية بتيجي الاحزاب بعد النساء النساء اللي هي تقريبا 3 اضعاف الاحزاب في حجمها ورد فيها 68 اللي هي 3 اضعاف والاحزاب اللي تقريبا ثلث النساء ورد فيها 33 كان لكن كنسبة لعدد الكلمات اعلى ايش الاحزاب واحد الى 39 وردت واحد الى 39 وفي سورة النساء اللي بتيجي بالدرجة الثانية واحد لخمس وخمسين تقريبا اذا اعلى نسبة عني الاحزاب كان وكثير وردت في خواتم الايات خواتم الايات ان الله كان يتعلق بالخالق دقيق دقيقوا معي هذه مسألة يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيم خلينا في كان شوية بعضهم يقول هون خصوصا تتعلق بصفات الخالق ان الله كان عليما حكيم بعضهم قال ان هذا لتأكيد هذا الوصف ان الله كان عليما حكيم لتأكيد الوصف بانه عليم وحكيم ولاحظوا الان اكمل مثلا الاية لبعدها واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرة وهي كان وفي سورة الاحزاب بتتكرر كثير وبصر على كان 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 مع انه في محلات ثانية مثلا الله عليم حقي بدون كان بدون كان لكن هذه جيد انه حبيت الفتن بشان تكون في تركيز انه لماذا سورة الاحزاب بالذات ركزت على كان كان فقالوا انه الان طبعا هما بقولوا انه مش المقصود فيها الزمن انه كان في الماضي بقدر ما هو تأكيد على هذا الوصف ان الله كان عليما حكيما ولكن جيد انه نلفت انتباهكم لمسألة هنا هلقيت لما تيجي تسأل انت اهل الرياضيات تقول لهم لا نهائي الاعداد لا نهائي ما لا نهاية زائد مليون بقول لك ما لا نهاية طب ما لا نهاية زائد مليون ما لا نهاية اذا اي اضافة لل لا نهاية ايش اي اضافة لل لا نهاية ايش بش فكان هاي كان طالما ان الله ازلي وكان في الازل انتهى الموضوع اذا مش ممكن تزول هذه الصفة لأنه هذا قضية أنه إذا كان الماضي محدود ممكن 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 هالصفة هاي اللي كانت موجودة قبل سنة تروح مثلا لكن إذا نتعامل لا متناهي في الماضي بشو الخالق أزل في وجوده خلاص إذن هو كان فإذا كان هاي متعلقة بالأزل خلاص انتهى الموضوع فيش إشي اسمه في مستقبل رح تتغير هذا اللي بالمستقبل رح يتغير أنه اللي كان في ماضي محدود اللي كان في ماضي محدود ممكن يغير طب وإذا كان الماضي ليس له بداية انتهى الموضوع شو يعني انتهى إذا ما فيش داعي أجي أقول كان ولا يزال لا هذه بداحيات إذا كان منذ الأزل انتهى الموضوع يعني الأزل لا يتأثر بموضوع إيش الزمن ولذلك قلت إنه ما لا نهاية زائد مليون ما لا نهاية زائد عشرين مليار ما لا نهاية زائد قدنا بالدق ما لا نهاية طب وإذا كان الله منذ الأزل عليم حكيم خلاص إذا فيش شيء اسمه إيش أصبح هذا ما هو أزلي سبحانه وتعالى عفوا مشيك وإن فهمنا هاي القضية لأنه بعض الناس لاحلت عليهم حيصين كان وبعقد للناس كان ولا يزال ما هو يعني خلاص إذا أزلي انتهى الموضوع بكفي قول كان بكفي قول كان فهو الآن سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة بالذات ركز كثير على صفاته الأزلية على صفاته الأزلية ركز على صفاته الأزلية في سورة الأحزاب دققوا الآن لأن كل هذا الطارق كل هذا الطارق اللي بترأ في حياة البشر بدي ذكرك بدي ذكرك بالخالق اللي صفاته أزلية يا أيها الرسول اتق الله يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله شوفوه شوف الخاتمة هاي بتدعيك للتفكر إن الله كان عليما حكيما شو يعني الله من صفاته الأزلية دققوا معي صفاته الأزلية إنه عليم وحكيم عليم وحكيم ولكل تلقوا دام شوية راح تلاحظوا كمان نفس الشيء إن الله كان بما تعملون خبيرا معناته الآن بدو يعطيك توجهات بدو يوجهك من اللي بدو يوجهك العليم وعفكرة هو الحكيم مش معقول إلا يكون عنده العلم كي بدو يكون حكيم بدون علم إن الله كان عليما حكيما وإذا شفته أحيانا قدم حكيم على عليم بكون السياق نفسه فيه سر فيه سر هون بدو يقول إن الله كان عليم فهو أصلا هذه الصفة صفة الخالق الأزلية العلم وحكيم فاللي بوجهنا مين إذن اللي بوجهنا مين في لحظة وجود الأحزاب وبيضغطوا على الأم في كل الاتجاهات وبيحاولوا مع هذه الأمة وبكيدهم إنه الأمة كل ما بالها تتنور أكثر تتمسك أكثر بكيدهم ومش قادرين يعرفوا شو اللي بصير لاحظوا إنت لما تستند الآن في سلوكك وتصوراتك على العليم تأخذ من العليم الحكيم علم وحكمة إذن الآن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع لاحظوا مين اللي بقعد بنصحنا ولا تطع وهذه أكبر مشكلة الأمة اليوم لما في هذه الظروف على فكرة القاسية والناس على فكرة لما تكونوا في ظروف صعبة في ظروف صعبة الناس بشكل عام الجماهير بتخاف عليها ليش لأنه سهل إنها تضعف سهل وسهل إنه يبدأ الكل يقترح عليها يفهموها ومين اللي بدخل يقترح أهل النفاك والكفر بيبدو لما لاحظوا بالله الظنونة إذا كان الصحابة وصارف معهم وتظنون بالله الظنونة مش هيك هون هون الخطورة نبدأ نبدأ إيش نتلقى الآن من المنافقين ومن اللي في قلوبهم مرض ومن الكفار هاي خطيرة لذلك قدمها الله سبحانه وتعالى النصيحة فيها قبل ما يقول واتبع ما يوحى إليك دقق قبل قبل ما يقول أديروا بالكم الاستماع للأهل الكفري والنفاق منافي للتقوى أصلا لاحظة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع لاحظة منافي للتقوى بالأصلا منافي للتقوى بالأصلا إنك تلقي وفي أي لحظة بتلقي انتخاذ لما تكون في ظروف صعبة صعبة وبيدوا خلاص وبيبحث عن الحل ومتدايق وهون بيبدأ ايه جدير بالك هون الخطورة هون بيبدأ أهل الكفر والنفاق واللي في قلوبهم مرض يقترحوا عليك وبالتالي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين من اللي عم بوصي ان الله كان عليما حكيما اللي صفاته علمه مطلق وحكمته مطلقة هو اللي بيقولها الكرام تمام هاي واحد لبعدها واتبع ما يوحى اليك من مين من ربك المربي واتبع ما يوحى طب زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى كان يوحى وانتهى الوحي وهون بدي أوقف شوية صغيرة وأذكركم بقضية سبق ذكرناها قديما بس مناسبة ما يلي لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حج في السنة العاشرة اللي هجر وبتعرفه في تسعة منذ الحج يوم عرفة وقف وخطب الناس ونزل في عشرة في عرفة في تسعة ذو الحج عشرة هجر نزل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم 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 لحظوا اليوم شوف هذا وينت سنة العاشرة لما قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خلصنا تمام خلصنا كلها أصلا ما هي ما هي هذه بتسعة ذو الحج منتهي السنة العاشرة بتبدأ السنة الـ 11 توفى الرسول وينت محرم سفر في أول ربيع بشكل خلصنا ما هي هذه التسعة ذو الحجة يعني آخر التسعة اتناش يعني وينت توفى رسولك في أول 11 محرم سفر اتناش ربيع كله منت كان لاحظوا اش قال سبحانه وتعالى اليوم يأس هناك في الأحزاب كانت السنة الخامسة كمان خمسة هذه عاشرة لأنه الخمسة الثانية هاي اللي بدأ الإسلام الهجوم المضاد مش هيك على الكفر المعادي تمام كان كل شي تمام كل شي تمام خمس سنين كل شي تمام شو اللي حصل قال لهم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم يعني اليوم الكفار يأسوا انهم يحاصروكم ويأسوا انهم يجتثوا دينكم اعرفوا هالحقيقة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوهم خلصنا اليوم اكملت شوف اليوم اللي اكتمل فيه الدين اكتمل فيه ايش ولذلك لاحظوا اكتمل اليأس ولذلك كل ما المجتمعات المسلمة بدأ يظهر منها تمسك بالإسلام دي ربالكم وينتشر هذا في الجماهير كل ما خف كل ما خف محاولات الكفر لحظه ليش لأ بيبدو ييقسوا بيبدو ييقسوا بيبدو ييقسوا في لحظة من اللحظات خصوصا لما الأمة الأمة على فكرة بتكامل نضوج هواعي هوا التزامها معناته الكفر ايش بصير بيصير الآن بدو ييهادنك وبدو يأخذوا يعطي معاك وبدو يحقق مصالحه لأنه يأسي انه يجتثك لما بيأس انه يجتثك بدور على ايش على طريقة يتفهم معاك فإذن هذه مراحل رح يتبعها انه يقول لك ايش اعملنا معهم كل شي اعملنا معهم كل شي واستخدمنا كل الأسلحة وفي الفكر ما هو أصلا قرون وهم يحاولوا زي وفي الفكر الأمة وشوفوا وسائل الإعلام وجواسيسهم النواطير على العروش وفي مناهج التدريس وفي كذا وفي كذا وكذا كذا وثم العسكري أدركوا انه بفلسوا قاعدين بيستخدموا العسكر آخر شي على فكر الآن بيستخدموا القوى العسكرية والآن بيفلسوا بيفلسوا شو بعدها خلاص بيأسوا وإذا يأسوا بقول لك طب ليش احنا نضيع وقتنا ليش يبين هاي ما فيش مجال اليوم يا إيسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مغشو هذا يوم ما أكملت طب كيف ما هو كان يخرج الأمة على فكرة كان يخرجها ولذلك لما قالها كنتم خير أمة وبعدين قال لهم أكملت أيوة معناته اكتمل يأس الكفار لذلك أنا شايف الأمة الآن هي الهجوم عليها في كل اتجاهات في محاولات بس هم الأمة لما تثبت تثبت على دينها وبالعكس يجدوا أنك أنت بتتمسك أكثر وتجاهد في سبيل الله بمعنى الكلمة في الأخير بيأس بيأس وهذا قانون الله وهذا قانون الله نرجع للأحزاب واتبع ما يوحى إليك من ربك المربي هاي عم بربنا يوحى إليك ولحد اليوم يوحى كيف من ناحية التفسير والاستنباط من ناحية التفسير والاستنباط والنظر في القرآن واستشفاف يعني كيف ممكن نتصرف على ضوء القرآن بالنسبة لواقعنا فهو حتى لو انقطع الوحي إنما لا ينقطع النظر والأخذ من الوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك الرب المربي إن الله لاحظوا هاي التركيز وهذا ما حصلش في القرآن في أي سورة بهذه الطريقة إن الله كان بما تعملون خبيرة والخبيرة على فكرة اللي بيعرض دقائك الأمور وبواطنها بده يقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم يعلم وهي قرأتين على فكرة إن الله كان بما تعملون خبيرة إن الله كان بما يعملون خبيرة سواء المخاطبين من أهل الإيمان أو البشر الله سبحانه وتعالى خبير بأعمالهم وبالتالي لما بعطيك النصائح الآن خبير بأعمال الطرفين على فكرة بأعمالنا وبأعمال البشر كلها بأعمالنا وأعمال الأحزاب كله خبير فيها وبعطيك الأوصاف على ضوء إيش كيف تواجه كيف يكون عملك وبالتالي عمله فبدي يقول لها إذن هذه النصائح من مين الذي يعلم بواطن الأمور لأنه خبير إيش بإعلام دايما البواطن بواطن الأمور ومن ضمن بواطن الأمور دوافعها على فكرة دوافعها مثلا عند الأحزاب هايش الدوافع الموجودة عند روسيا اليوم وعلى فكرة لحد الآن مش محللين هم شو قصة روسيا كل اللي بتسمعوه كلام ليش روسيا وإيش بدها تمام لحد الآن كل المحللين مش فاهمين طب بقول لا إيش تمام لاحظوا لاحظوا إذن إيران الكحنوت الإيراني إيه له أهدافه أعماله إيه له بواطن موضوع حزب الله هذا تابع ما هو إيران بالأوامر اللي بتجي إيه العلويين إيه روسيا انتبعتوا الغرب كل واحد إيه إيش لذلك لاحظ إن الله شوف اللي بيعطيك النصائح يعلم بواطن الأمور وخبير بالتالي هو اللي بينصحكم واتبع ما يوحى واتبع ما يوحى إليك بربك إذا بدك تسترشد بمين إذن في هذه الفترة بدك تسترشد بالإيش بقول يعني عفوا سبحانه وتعالى إحنا لما تحدثنا تقريبا في سبع محاضرات في موضوع الموالاة ومفهوم الموالاة في سبع محاضرات لا إيش حتى نشوف إيش واتبع ما يوحى إليك من ربك إيش نوالي إيش ما نواليش لوين يجوز لوين ما يجوزش ليش التفصيل هذا ليش التفصيل هذا إذن هو هو بيعطيك في كل شي كل شي كل شي بلزمك في حياتك موجود الحل موجود الحل وبالتالي فيش داعي إنه يتلولوا الناس وينحرفوا ينحرفوا عن الوحي في هذه الظروف الخطيرة لأنه هو اللي بيريد الأحزاب أصلا منك تأخذ و تعطي في التفريط بالوحي وما يأمر به الله ووقتها بتضيع بتضيع خلاص هم اللي بدهم إياك إيش هم إذا بيعفك بيشعروا إنك بديت تخرج عن الشيء اللي بيقتلك من أجله ها شوية بيقبلوا منك ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ودوا هاي في عندنا الدرس من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن واتبع ما يوحى إليك من ربك لاحظها بعدين إيش إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة لا يكون هاي بس مجرد شعار وكفى بالله وكيلة وبكررها على فكرة تكرر في الآية في السورة نفسها وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة طب لاحظوا الآن إيش الوكيل أو قبل هيك في موضوع التوكل على الله في مسألتين أولا أنت أنت تسلك كما لحظة تسلك كما هو مطلوب تأخذ بالأسباب بتسترشد بهداية الشرع تمام وتسلك في هذا الطريق دايما الناس خصوصا في الظروف القاهرة هاي الموجودة فيها الأمة بيبدو الناس يتشككوا في المستقبل بالكم يعني بننجح بالكم بصير في خلاص بالكم العدو في الأخير بيأس هالتفاصيل هاي بصير إيش متشككين هون بيجي إيش انت انت قم بواجبك هون لحظوا انتبعتوا الضروف ها هون في موضوع العزاب لأنه الآن الناس إيش اللي خايفتهم وأكثر ما بيسألوا عنه الناس إذا بتلاحظوا إيش وين رايح الأمور لحظوا شو بصير في الأمة يعني رحنا فيها ولا إيش فهمتوا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلان طيب والتوكل هون في مسألتين المسألة الأولى انك انت بدك تتوكل على الذي يملك كل ذرة في الكون وهو لطيف خبير يتصرف وانت لا تدرك كيف تعرفوا في قصة كمثال بسيط لما حشدوا المصريين بقيادة كوتوز وبيبرس وجوهون لفلسطين في معركة عين جالوت عين جالوت جت الأخبار للقائد الماغولي بن كلاب عليه تقريبا في العاصمة فرجع بسلسطين الجيش تقريبا رجع بسلسطين الجيش والمسلمين قاتلوا السلسطين اللي بقي من كان يتوقع نتيجة من العاصمة العاصمة الماغول انه تأتي أخبار بأنه فيه إشكالية في العاصمة فيرجع ثلسطين الجيش ثم تكون معركة عين جالوت وبعدها ينهزم التاتار وفيما بعد أسلموا التاتار طبعا قسم ضخم منهم أسلموا وأكثريتهم وأقاموا ممبراطوريا برضو إسلامية التاتار شوف الحكمة لاحظ إذن كيف يتصرف إذن من يملك من يملك كل ذرة في الكون والمتصرف وهو لطيف لا ترى أنت وخبير وخبير تمام ثم هو ما تطلع هذا بالنسبة إذن أنت تتوكل أنا مين خلاص أي واحد اثنين نشوف نعطي مثال في التوكل الإشي بسيط مثال بسيط في عندي متر متر طريق عرضه متر مزفت مبلط متر وطلبت منك إنك تمشي في هذا المتر بدون تروح يمين ولا يسار في حدا فيكم ما بقدرش يعني والطريق طوله مثلا نص كيلو ونقول لك شوف هاي متر عرضه هاي هاي مبلط متر بدي إياك تمشي هذا بدون ما تنحرف يمين أو يسار أنه بعجاز أنه بعجاز كل الناس بتمشي وببساطة وهي مغمضة كمان طب لو كان سور أو حائط ارتفاعه 100 متر وعرضه متر وقلنا لك يمشي أنه بقدر يمشي المتر أنه اللي بقدر يمشي المتر لاحظوا ارتفاع قداش 100 متر أو 200 ارتفاع 200 متر وعرضه متر أقول لك وعرضه 10 متر وارتفاعه 200 امشي أشوف عمشي كيف عمشي كيف عمشي ليش أيوة انت بعتو إذا صار اهتزاز وين في داخلك صار اهتزاز في الأول الطريق المتر اللي على الأرض انت واثق الآن عندك ثقة عندك ثقة فبتمشي تمام مش أشكال طب إيش هفرقت إيش هفرقت هذاك برتفع 200 متر إيش هفرقت شوها فرقات شوها فرقات فتفقد الثقة بذاتك بتخاف فبالتالي صعب تجد حتى الناس كثيرين مش مساعدين يقوموا بهالمغامرة ارتفاعه 200 متر وعرضه متر وتقول لي امرك فيها طب بل كزا علاقت انا اه افهمتوا اه لذلك اللي بتوكل على الله عارفين شو بيصير بيصير أداءه أفضل يعني غير قضية انه الله هو المتصرف أصلا هذا أولا ثم أداءك انت شو اللي بيؤدي لأن الناس تخاف وتعجز وتفقد ثقتها بذاتها وتفقد ثقتها بذاتها وتهتز وتشوف حيلها مش قادرة تنجز خوفها وعدم ثقتها إذاك لما بيغلز الثقة بنفسك هون بيصير أداء خارق أو أوضح أكثر يفرضوا هال 200 متر انت مش داري على فكرة انه حائط 200 متر ليش ارتفاعه هو هو عرضه متر انت مش داري انه ارتفاعه لأنه مغطين لك احنا على جوانبه من هون من هون مغطى مش مبين معاك بتمشي ولا بتمشيش وانت في نص الطريق مننزل الغشاء الاشي اللي بيغطي مننزله هيك وبتشوف حالك شو بصير وبتشوف حالك وانت وين بأثاريته عند الغيم انت في الاول مش داري انت في الاول يعني مغطى من هون ومن هون وانت ماشي كشفنا لك نزلنا ستائر وانت عند الصحوب شو هذا اللي بصير فلذلك هذن هذه القضية الثانية في موضوع التوكل انه دايما الناس على فكرة اللي عندها ثقة ثقها انه وكفة بالله وكيلة بصير اداءها اداءها بيختلف وبتصيرش ما تاخده تعطيه مع المنافقين والكفار وتبيعه وتشتري لا انا واثقة من خلص وكفة بالله وكيلة وانا ما لي انا ما لي هذه تات الله سبحانه وتعالى اوجدني في هذا الكون بدون ما يكون الي خيار المهم انه المهم انه امامه اعذرت انا وهيني قمت ها فبتيجد فيه ثقة لا وما فيش خوف بالتالي الاداء بيختلف حتى حتى ادائك انت ولكن الاصل انه الله سبحانه وتعالى هو المتصرف واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم شكرا